موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعزائي المشاهدين معكم جميلة عيسى أبو بكر أهلاً وسهلاً بكم في برنامج اتحاد المواليد المؤسسة في نيجيريا كما تعلمون عزائي المشاهدون برنامج اتحاد المواليد برعاية حسكي 247 هدف هذا البرنامج هو اتحاد المواليد من جميع أنحاء العالم أو الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية التي توجد فيها نسبة كبيرة من مواليد الأصل نيجيري كما تعلمون عزائي المشاهدون دائماً معنا قائدنا قائد طائرتنا لكن اليوم قائدنا سأتانا بمفاجأة لأنه قلب يعني فجأة صير عمدة الجمعية خلونا نطلع لفاصل ونرجع أهلاً بعودتنا عزائي المشاهدون في برنامج اتحاد المواليد اليوم سوف نتحدث في موضوع الشيق مع أستاذ عبد الرحمن خارون الهوساوي موضوع يخص ما الذي جعله يؤسس هذه الجمعية وماذا يفكر فيه موقف اللي جاء ويش اللي خلاه يعني يفكر أنه يؤسس جمعية وهو يقودها يصير قائدها بس عندنا المفاجأة برضو حتشوفوا اليوم إيش لبس الأستاذ يعني اليوم صاير عمدة 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 الجمعية أهلاً بك يا عبو بدري عمدتنا اليوم أهلاً وسهلاً أستاذ جميلة كيف حالك وقيدين والله تمام الله يسلمك الله يعطيكم العافية تحية لكم أولاً وتحية لقناة هاسكيت وفو سابن اللي هي قناة النور أحييهم وأشكرهم على تبني هذه الفكرة فكرة إظهار جمعية اتحاد المواليد في الميديا وخاصة اليوتيوب وهذه من الميديا اللي تشاهدها أكبر يعني نسبة في العالم العربي أو من الناس يعني في العالم نعم ما شاء الله فسؤالنا اليوم يا أستاذ أبو بدر هو عن إيش اللي خلاك تأسس الجمعية هذه جمعية اتحاد المواليد في الحقيقة يعني في أسباب وأسباب قوية جداً أسباب يعني تخلي كل واحد يعني عنده ضمير وعنده إحساس أنه يأسس موضوع ذاكذا طبعاً الموضوع كان بسيط جداً وفيما بعد أصبح موضوع يعني كبير جداً موضوع يخص المجتمع المجتمع يعني غير المجتمع كمان يخص حتى الشعب النيجين فالمشكلة هي بدأت زي ما قلت فيما سبق بدأت من السعودية إنه الأهل في السعودية لما يمسكوا ولدهم يكون صغير أو بنت صغيرة ما أعرف ليش يعني كأنهم يتبروا من الولد أو يقولوا للولد أنه يعني لا تجي أو لا تجيب الناس عندنا لا تقولوا لا تقول له منه عندك أهل أو كذا في السعودية على أساس طبعاً لا يجوا يأخذوهم عشان العنظم معه عشان النظام وزي كده فما في تنظيم أصلاً للشباب هذين أو للبنات نما يأخذوهم من إناك الترحيل من الترحيل على نيجيريا طبعاً ما في أي تنسيق بين الهم والأهل والسفارة سفارة بلدهم اللي سفارت جمهورية نيجيريا في جدة كانت أو أو في أي منطقة مثلاً من السعودية وما في أي تنسيق فيمسكوا الولد مثلاً عمره خلينا نقول عشان ما نبالغ خلينا نقول مثلاً عشرة سنوات يعني عشرة سنين الولد يكون صغير لا ما هيعرف شيء حتى في السعودية فما بالك لما نيجي نيجيريا يجيبوه يسلموه طبعاً الولد ما هيجي هنا إلا بأمر من السفارة النيجيرية بتعطيلوا ورقة اللي هي يسموها الإماجنسي ليتر أو الخطاب السفر على الولد ما هيكون عنده جواز سفر طبعاً مولود في السعودية ولسا ما وصل للسن اللي هي القانونية أنه يستلم الجواز أو يطلع يقامة كل بمفرده فيعملوا للورقة هذه فبالخطاب هذا يجيبوه لنيجيريا طبعاً من يوصل نيجيريا في المطار ما حد يستقبله ما يعرف أي حاجة الجوازات يأخذوا الورقة هذه ويوجعوا عليها وسرحوه في الشارع يقولونه خلاص اطلع ما في أي ما في نظام مسلاً يعني في المطار هنا لما يجي ويخلوه يطلع بره نعم خلاص طلعوا طبعاً هنا المشكلة بدأت يعني بدأت المشكلة من يعني الخط اللي احنا كنا نتكلم عنه في السعودية والأمور هذيك أمور ثانية لكن الخط الثاني الجديد اللي هو الإنسان نما نيجي هنا يخرج في البلد ما عنده أي إنسان ولا لا حكومة تدري عنه ولا في يعني زي ما تقولي داتا لو أو فيه أي معلومات عنه في الرايح فين جاء كيف هيكون وكذا ما فيش فيدخل لنيجيريا وتبدأ الناس يعني تستغل الناس هذي فما بالك نما تكون بنت مثلاً صغيرة أو بنت في عدود عشرين أو طمنطعش أو كذا ما حتكون تعرف شيء طبعاً فتخش البلد يا الله فتبدأ المعاناة طبعاً الناس هذي اللي توازعوا يعني تصرق ملابسه ومع أغراضه ما يعرفوا شيء يحط أغراضه تروح عليه يحط كذا يعني نادر ما تحصل يعني يحصل أنه بنت أو ولد يوقع في إيد أمينة مثلاً زي كذا يعني من النادر جداً في طبعاً في الأيام الأخيرة اللي هي اللي قبل كذا فمن هنا بدأت المعاناة طبعاً في أمور كثيرة لما نخش الواحد يجي هنا لنيجيريا في البنات بيتجوا اتجاهات ثانية منهم يستغلوا في أماكن منهم يستغلوا في شغلات منهم يعني الأشياء فعلاً محزنة لما تجي تشوف بنات مثلاً من مكة والمدينة أصبحوا مسيح يعني اعتنقوا الديانة المسيحية نعم طبعاً بيجوا هنا يكونوا محتاجين يكونوا في أوضاع يعني غريبة جداً مو إنهم كذا ممكن يكون خشوا في الأشياء هذه عشان يتحصلوا على بعض الأمور لكن فيما بعد بتكون الأشياء هذه خلاص مغروضة فيهم ويحسوا إنه ما أحد يوقف معاهم ولا أحد ساعدهم ولا يكون يعني ما في انتباه للطبقة هذه اللي تجي من هنا مجرد إنه الواحد يجي يتصل في أهله وأنا أبوه كذا إذا أوفروا له طيب ما أوفروا له يتقدم يروح فيها فهذه هي المشكلة اللي خلتنا يعني أنا وبعض الشباب ما شاء الله طبعاً في شباب نخبة ما شاء الله تبارك الله جلسنا في جلسة كده حبية قبل ما ننشأ الجمعية فقلنا إحنا ليش ما نسوي مثلاً نجمع نفسنا نحاول نسوي لنا جمعية على أساس نحاول نوعي الناس اللي بتجي ونكون مثلاً طبعاً الدولة هنا تحب الجمعيات يعني تبغى الجمعيات تسمع للجمعيات ما تسمع للإنديفيجوال اللي هو الفردي أو الأشخاص الفرديين فاجتمعنا كنا تقريباً ثلاثة أنفار أو أربعة أنفار من الناس طيبين اللي كده الشروة ما شاء الله تبارك الله فجلسنا وفهمون يفهموا إنه الموضوع فعلاً يبغالوا تعاون يبغالوا يعني متابرة يبغالوا صبر ونجلس نشوف إيش نسوي فعلاً بدأنا وكان في خوف إحنا ما كان عندنا ثقافة جمعيات ما نعرف إيش يعني جمعية لكن نعرف إنه في حاجات زي كده وبدأنا نفكر فيها وخشينا طبعاً مجهودات جبارة فيها فلوس فيها مساعد فيها دخول للحكومة فيها لين ما ربنا يسرها وقدرنا نحصل على معلومات كيف تنشع الجمعية نعم كتبنا خطاب ورحنا عملنا تسجيل للجمعية كنا بندور يعني من نظام الجمعية لابد يكونوا الأفراد يكونوا عشر أشخاص على أقل فعشان نسوي جمعية الناس كلها كانت خايفة كل واحد عندما تجي تكلم وتقول له أبغى أسوي جمعية أبغى أسوي ذي كده يقول لك يا أبو يا أنا وخاصة في الأيام اللي كانت فيها اللي هي مواضيع البوكو حرام والأشياء هذه المجموعات الإرهابية اللي موجودة وكذا فكانوا يخافوا إنهم يجوا يسووا جمعية على أساس ما يكون جمعية يشكوا فيها وكذا لكن الحمد لله نحن ناس متعلمين وكنا توكلنا على الله يعني ما كان فيه شيء فقدمنا لخطاب كنا طبعا قدمنا للرخصة والحمد لله أنشأت الجمعية رحنا لأبوجة ورحنا كل المناطق اللي المفروض نروح فيها عشان تنشأ الجمعية فأنشأنا الجمعية ولله الحمد فكان أول مبادرة نسويها هي نكتب خطابات لجميع الجهات المختصة يعني الجهات الحكومية كلها على أساس بسرعة نفهمه مننا إحنا إحنا جمعية مثلا إرهابية إحنا جمعية مثلا محظورة فما يصير الموضوع هذا لين نكتب خطابات طبعا ونحاول نوصل لهم الخطابات هذه على أساس كنا بنطلب زيارات لهم نقول لهم إحنا نبغى نزوركم نوا كذا وكل خطاب نرسله نسوي له أكنولوج مينت اللي هو يسموه صورة من الخطاب طبعا نعطيهم الأصل نخليهم يوقعوا لنا على الصورة على أساس نحتفظ فيها حتى لو قامت حاجة أو سار شيء يكون عندنا إحنا دوكيمانت عندنا حاجات محفوظة عندنا نتعامل فيها أو إحنا نوريهم هي فكان بدينا من الفوليس وروحنا للأمن الدولة ووصلنا لحتى الجيش والجهات كلها الرسمية اللي كانوا يعني باليونيفوم كلهم وصلنا لهم الإماغريشن اللي هي الجوازات وإدارات الكوستوم وكذا ولله الحمد يعني زرنا تقريبا أكثر من مئة إدارة ولنا طبعا حتى وصلنا للحاكم لحكام المنطقة في الوقت عطيناهم خطابات وحاولنا نجلس معاهم في منهم طبعا وافقوا إحنا نجلس معاهم الكثير منهم وافقوا وخاصة مدير الشرطة ومدير المفاحث العامة والجوازات وهذه الجهات الكبيرة جلست معنا وإحنا تكلمنا معاهم بكل شفافية ومشاكلنا وأمورنا وإيش بيحصل لنا وليش هم بيستقبلوا الأطفال مثلا زي الجوازات قلنا لأم أنتوا ليش تأخذوا الأطفال وليجوا مثلا من السعودية بدون ما تعرفوا مثلا هم فين فين أدات حقتهم فين أوراقهم فين أنتوا سلمتهم ليش ما عندكم وفعلا أقتنعوا بفكرتنا وبعمورنا وكيف استقبلوا الموضوع هذا طبعا هو موضوع كأننا نحن شغالين شغل الحكومة يعني هم كان ما عندهم يعني للأسف ما أدري هل ما عندهم وعي بالموضوع هذا أنه لما نيجوا ناس بص ملح وداب على قولهم يعني تخش مجموعات وتضيع في البلد أو ما يعرفوا فين مصادرها أو فين فين جاء فكانوا مهملين الجانب هذا حق المواليد أو أنهم الناس اللي تجيب من السعودية مهملين يعني بتاتا يعني ما هم في الحسبان فبدأنا نحن بالطريقة هذه ولله الحمد يعني في الأخير بدأوا استجيبوا لمواضيعنا بدأوا أنهم يعني يوقفوا معنا ويسمعوا لنا وإذا كده فهذه هي تقريبا الأمور اللي خلتنا تأسس الجمعية في أمور طبعا يعني الواحد ما يبغى يذكرها كأنها مبالغة لكن فعلا أمور يعني سيئة جدا إنك أنت تخش مثلا شوف بنت كريمة بنت جات من السعودية في عدود عمرها 18 و 20 أو أكبر أو أصغر من كده تحصلها في وضع يعني ما تصدق صحيح يعني ما تصدق يعني الناس ممكن تسمعني تقول إحنا بنبالغ بالعكس يعني في مرة حصلت قصة أني أنا يعني كنت عندي محل كده مسويه زي المطعم الكبير وكذا بيسوي فيه زي الحفلات زي كده فاستعجروا بنات من ضمنهم فيه بنت من السعودية بحكم معرفتي معاها قالتهم والمحل يسوي فيه حفلة فأعطيتهم المحل وطبعا أنا ما أسيب المحل أشرف عليه وكذا عشان المشاكل نعم فشفت من البنات واحدة من البنات لا بسك إنها يعني مسيحية مرة يعني شكل لها يعني ما يبشر بأي حاجة فبأسألة ثانية قلت لها إنتي إيش مشيكم مع الناس هذين مسلا مثلا أنا في اعتقادي إنه هذه البنت يعني ما هي أصل السعودية ما فيها مره ملامح السعودية ولا فيها يعني حشمة السعودية ما هي معها فبأقول لا إنتي إيش مشيكم مع هذه حتى إني أنا ما أعتقد إنها تتكلم عربي ففجأة لفت البنت هذه بتقول لي بتقول لي أنا ماني إن يامرة أنا بقول wholly يعني بقولها زي القبائل هذا يعني بقول لي أنت أقول لها أنت إيش مشيك بالإنيامرة فطالعت فيها قالت أنت ليش تقول لي إنيامرة بالكلام باللغة العربية خجلتني قلت أنت الحين من السعودية بالشكل هذا إيش إيش يعني أحوجك بأنك تكوني بالطريقة هذه الطريقة يعني فعلا يعني حزنتني أو شيء كذا ما أدري إيش أقول عني فأمور كبيرة جدا أننا إحنا لابد يكون في وعي لابد يكون نوعي بناتنا وأهلنا ونوقف معاهم يعني في صديق لي فخلينا نروح لفاصل ونرجع لأنه موضوع أنا مرة يعني طويل جدا ولست بنتحدث بي ممكن إن شاء الله أجزاء المشاهدين كما ترون الحلقة اليوم حلقة مهمة جدا وفيها حزن شديد لأنه موضوع يخص الشرف يخص الشخص الذي يعيش في بلاد كريمة مثل المملكة العربية سعودية ثم يأتي هنا وتتغير حياته تغير شامل حتى يخرج من ديانته وعياذ بالله نسأل الله السلامة وأيضا أكرر هذا البرنامج حفريا على قناة حسكي 2.47 ما عليك إلا تدخل على أي أبليكيشن حقك تنزل التطبيق على جوالك دعونا نذهب إلى فاصل ونواصل أهلا بعودتنا أعزائي المشاهدون أتمنى أنكم استمتعين بهذه الحلقة والحلقة هذه صراحة مهمة لأنه خشينا في موضوع بدأنا نخش في مواضيع يعني مهمة جدا جدا ومؤثرة في نفس الوقت أتمنى أنكم تشاهدوا هذه الحلقة مهمة جدا وكل الحلقات ما عليك إلا تنزل تطبيق حسكيتو فوسفينو على جوالك وتشاهد كل الحلقات حق هذا البرنامج خلينا نرجع لقاعد طيارتنا أستاذ أبد الرحمن والله حديثك اليوم يا أستاذ أبد الرحمن صراحة لمس قلبي وحزني صراحة تدري إيش اللي حزني أكثر شي أنه الواحد يطلع من الإسلام ويرجع من له ثاني هذا شي مؤثر جدا هذا يوقت جميلة هذا الشي اللي خلانا اللي شفناه إحنا أيوة يعني أنا الشي اللي أثر فيه طبعا يعني كان لي صديق أيوة والصديق هذا يعني ممكن الناس اللي تشاهدني ممكن تكون سمعة القصة هذه قبل كدا بدون ذكر عسم فجيت حصلته في كنيسة طبعا كنت أسمع أنا يقولوا أنه فلان سار بيشتغل في الكنيسة وحارس في الكنيسة وكذا طبعا هم يستغلون بالطرق هذه لما نشوف الإنسان مثلا محتاج شي وزي كده يقولوا إحنا نساعدك وإحنا ناخدك وإيش تبغى وإيش ما تبغى ففعلا رحت يعني للأسف الشديد رحت الكنيسة هذه فحاولت معاه على أساس قلت له أنت مجلسك هنا وفي وضع يعني حتى يعني ما حيفهمني أصلا لكن حاولت معاه بيشتب طرق أني أنا حاول أسحبه أنت إيش محتاج وحاول أنت خلاص قده يعني كأنه الموضوع يعني ناسبه جدا وكذا يعني من الصعوبة أنه يخرج في الوقت وهذا صديق يعني إنسان معروف وأهله يعني من الناس المعروفين المتدينين وكذا وهذا لكن لظروف معينة فعلا يعني تحول لديانة ثانية مع الأسف وتوفى هذا ما أدري إن شاء الله يكون توفى على الإسلام أو إنه قبل ما يتوفى إنه يكون رجع وكذا وهذا فهذه الأشياء مؤثرة جدا وفي بنات طبعا منهم حتى ساروا يعني ينقلوهم من كانوا يحاول يودوهم مناطقهم يتزوجوهم يعملو لهم حاجات تدوهم فلوس يسووا أشياء هذا كده وأنا الأخيرة طبعا لما يروحوا المطارات يروحوا المطار يعني يجلسوا في المطار لما نشوفوا بنت وسنة من السعودية طبعا إحنا أشكال لنا باينة وواضحة فينا الحياة فينا تشوف البنت لابسة عباية وكذا يعني يستغلوهم يتكلموا معهم بالعربي بالعربية المكسرة حقتهم أنت في الرائحة طبعا أنت مبسط لما نشوف أحد يتكلم لهجتها وضغتها فتروح معه تعالي وفين أنت حتروحي وزي كده الواحد يعني يحتار نعم بين نارين يروح فين يروح كده في الشارع ولا يتكلم مع هذه يمكن تكون حنونة معه أو شيء كده فيستغلوهم يأخذوهم لمناطقهم طبعا القبائل لهم مناطق معينة نحن عايشين في مناطق معينة فيأخذوهم ويبدأوا يستغلوهم بعشياء معينة لين ما يدخلوهم في متاعات طبعا عندي سؤال يا أبو بدر نحن مثلا يعني ليش يعني ما في أحد من نفس الجلسية الأريوية يعني ناس كده ما في حد يعني يساعد إلا يخلي والله إحنا يعني تجاهلون جدا يعني يعني مواليد السعودية في نيجيريا يعني يمكن الحين في الآونة الأخيرة هذه ممكن بدأوا يتعرفوا على أهاليهم أو إنه من هناك بحكم إنه في ناس بيروح ويجلسوا في السعودية طبعا سارت في علاقات مع بعض الأهل فصاروا يعني حاجات بسيطة لكن الأغلبية لما نيجوا ما عندهم محلات ما يعرفوا فين يروحوا يعني يتفقوا إذا كانوا بنات مثلا نزلوا مجموعة يتفقوا يجلسوا في بيت نعم تخيل إنه خمسة ستة بنات في بيت ما عندهم أحد يرعاهم ما في أحد مشكلة يعني مشكلة كبيرة نفس الطريقة يعني كإنهم هموا في الشارع نعم طبعا إحنا عندنا الغيرة وعندنا الشهامة المعروفة إنه الواحد ما يرضى يشوف بنت أو واحدة من جلدته حتى أن يجريين إحنا ما نرضى نشوف أحد الناس اللي إحنا جينا حصلناهم هنا ما نرضى إننا نشوفهم في وضع سيء وما بالك بالبنات اللي إحنا يعني نحس إنهم أهلنا وأخواتنا وكذا فهذا الموضوع اللي خلانا نوقف ونحاول إحنا نكون رغم خطورة تعسيس الجمعية في الوقت هذا نعم كان شي خطير جدا الناس يفكروا إنه مجرد بس جمعية كذا دفعنا فلوس فعلا كثير عشان ننشأ الجمعية وعشان العاقبات اللي نحصلها واجهنا مشاكل في شباب يعني طلعناهم خلاص من 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 وسط يعني من تحت رصاص وناس ما كانت تفهم ناس في السجون بدون بدون أي حاجة ناس في المستشفيات المجانين ناس يعني فعلا كانت المواضيع يعني أقوى مننا فطيرة جدا لازم الحكومة يعني قوية جدا إحنا ما نقدر نستمر فيها هذا اللي خلاني أنا أفكها وأعلن أنا أعلى الجمعية وأخش للحكومات اللي هي المسؤولة ولين وصلت لي أعلى يعني راس في البلد على أساس أتكلم معه وفعلا طبعا عزموني وسط مجلس الشورى وقمت أتكلمت وتوفقت الحمد لله في الكلام وكان الكلام مؤثر جدا وعقدت لجنة فيما بعد نتكلم في المواضيع إن شاء الله كيف صار وإش المواضيع عالي برضا لها حلقات إن شاء الله بإذن الله لكن موضوع أنا نرجع فيه اللي هو موضوع تأسيس تأسيس الجمعية والأمور اللي حصلت معانا في وقت التأسيس طبعا أي حاجة أنت تسويها أكيد بتحصل عقبات منتقدين وعقبات وليش حيسوي ممكن بيدور على فلوس ممكن يبغى كذا ممكن هذه الأشياء كلها طبعا مرت علينا وطبعا برضها مؤثرة يعني محبطة أحيانا تحس إنك أنت تشغال من الصبوع عشان تروح مثلا تطلع جماعتك من مشكلة واحد يفكر إنك تنغي شيء أو إنك كذا لكن الحمد لله مع الصبر الحين بدأوا الناس يعرفوا إنه فعلا يعني وإيش التغير اللي حصل بين قبل الجمعية وبعد الجمعية وإيش التغيرات الحين طبعا زي ما قلت لك إحنا ثقافة الجمعيات السعودية ما في لما نسمعوا عن جمعية يفكروا إنه جمعية خيرية بس يعطيهم يعني يعني زي ما بتشوفوا الأحزاب الحاكمة والأحزاب اللي كذا فالجمعيات ما تتكون هنا تتكون بقوتها يعني تأثر في مسيرة الدولة يعني ممكن إحنا فيما بعد زي ما إحنا مخططين وزي ما إحنا ماشيين والحمد لله وصلنا يعني بنأثر حتى في مسيرة الحكم يعني ممكن نكون مننا يكونوا في مجلس الشورى ممكن يكونوا في مواقع يعني جدا يعني متقدمة إن شاء الله في الموضوع فالجمعية الحمد لله تأسست بخطوات نظامية بخطوات حكيمة من أشخاص ما إشاء الله تبارك الله يعني أنتم من تسمعوا عن المواليد مثلا اللي موجودين في نيجيريا ترى في ناس جاءوا على البلد يعني عندنا ضباط من المواليد عندنا رواد يعني رائد تشوفوا في الدولة من المواليد عندنا محاميين من المواليد عندنا دكاترة من المواليد كلهم موجودين هنا في نيجيريا نعم موجودين أصلا هو هناك رائد قصدك وهنا جاء هنا هو جاء هنا ودرس وصار رائد وتعلم وتخرج وسار يعني مناصب كبيرة نعم 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 عرفتي ففي ناس جاءوا وحسوا أن البلد خلاص ناسبتهم وجلسوا فهذين الناس موجودين لكن كانوا يعني مبتعدين عن الواجهة أن أمه يخش أو يساعد وشايفين أنه يعني كأنما أخذين فكرة أن الناس هذين ما حيتقبلوا أصلا الموضوع لكن الحمد لله إحنا اجتهدنا وبنحاول نربط الحلقات هذه الناس المسؤولة بنحاول إحنا نجذبهم ونخليهم أنهم يخشوا ويتكلموا ويوقفوا معنا إن شاء الله فهذا هو ربي لك الحمد إحنا جميلة إحنا وصلنا لأن يعني التعسيس هذا تعسيس هو مهم نعم وخاصة أنه يكون منظم وخاصة أنه يكون بخطوات يعني واضحة وحقيقية وزي كده نعم فهذا هو تقريبا أسباب تعسيس الجمعية أسبابك كلها مقنعة وكل شي بس برضو برجع إن شاء الله نكمل لها إن شاء الله في الأسبوع المقبل عشان الوقت لحين ما يسعنا الموضوع اي جدا مؤثري وليا وقت يجب أن نتحدث فيه ونعرف كمان يعني إش الأهداف يعني إش اللي حصلت بعد التأسيس وإش العقبات اللي حصلت عليها في الطريق بعد التأسيس لأنه الشي لما يجي ينجح طبعا هيجي قدامه العقبات فإن شاء الله سنتحدث في الموضوع الأسبوع المربل شكرا يا بوبدر أحييكم وأشكركم على استضافتنا وعلى المجهودات مجهودات هذه القناة فعلا نحن حسنا كأن حلقة وصل أو أنها رابط معنا ووصلتنا لناس ما شاء الله تبارك الله في كل الدول العربية أكيد الناس ستسمعنا وأكيد بتوقفوا أنا من هنا من هذه القناة الكريمة أوجه نداء لأهلنا في كل محل طبعا سواء كانوا في السعودية أو في دول ثانية أوجه لهم نداء لابد أنهم يوقفوا معنا يوقفوا مع المواليد الموجودين هنا في ناس عند قلوبها حية يعني واغفة تبغى تسوي حاجة فإن شاء الله تستغربوا إننا إحنا حيكون وضعنا بصمة ووضعنا ثقافة ثقافتنا اللي جبناها هناك وإن شاء الله يعني حنكون ناس يعني نشرفكم يفتخروا في مواليدكم في نيجيز إن شاء الله بإذن الله كما ترون إذا المشاهدون لن يسعنا الوقت حتى نكمل الحديث في موضوع تأسيس الجمعية إن شاء الله سوف نتحدث فيه في أسبوع المقبل بإذن الله كما ترون إذا المشاهدون انتهت هذه الحلقة ولكن لن يكتب الحديثنا مع الأستاذ عبد الرحمن هارون الهوساوي سوف نكمل حديثنا إن شاء الله الأسبوع القادم وهذا البرنامج حفرياً على هذه القناة قناة حسكي 247 اشتركوا في القناة